مرحباً جميعاً، كيف حالك؟ أتمنى أنتم بخير. اليوم سنقوم بمتدرس عبارات وكلمات جداً مهمة للمنزلين. سنقوم بمتدرس كمين و كمين. سنقوم بمتدرس أيضاً بعضاً و بعضاً. سنقوم بمتدرس أيضاً بعضاً و بعضاً. هذه الكلمات، كثير من الناس يخطؤون فيها. المسألة بسيطة جداً، دعونا نبدأ. الموضوع كله يتعلق المعدود و غير المعدود. عندنا أسماء كما تعرفون يمكن أن نعدها، وأسماء لا يمكن أن نعدها. يعني مثل الأشياء التي نعدها، البوكس، بينز، كارز، هاوسز، بيبول، الناس ينعدوا أيضاً. لكن عندنا أشياء لا يمكن أن تنعد مثل شوغر، سول، كوفي، هذه الأشياء لا يمكن أن نعدها، السكر والملح، لا يمكن أن تعدها، يعني مستحيل تعدها. إذاً، هذه النقطة طالما أننا عرفناها، سنبدأ نتحدث عن الأشياء التي نستخدمها مع المعدود، والأشياء التي نستخدمها مع غير المعدود. فعندنا مثلاً، how much أو too much أو a little، هذه تأتي دائماً مع غير المعدود، يعني يأتي بعدها اسم، ولكن الاسم هذا يكون uncountable، غير معدود. ولكن on another hand، من ناحية أخرى، how many، too many، و a few، ولا حتى few، هذه تأتي مع اسم بعدها، ولكن هذا الاسم يكون معدود. دعنا نأخذ بعض الأمثلة، أنت إذا أريد أن تسأل أحدهم كم شاي تريد، يعني هو يريد، سألته، would you like some tea, some coffee، شاي؟ تحب شاي أو قهوة؟ فقال لك نعم، yes please، فتقول له كم شاي تريد، يعني قليل ولا كثير، كم قهوة؟ هذا السؤال، أيهما الأصح؟ how much أو how many coffee or tea do you want؟ الصحيحة كما تعرفون، how much tea or coffee do you want؟ it's very simple، الأمر بسيط جدا، جميل، أيضا تضع له سكر، فتسأله how much sugar or how many sugar do you want؟ أو do you like؟ فتسأل السؤال، المفروض أنك تقول كما تعرفون، how much sugar، لأن السكر غير معدود، إذا أصبحت الصورة واضحة، جميل، لكن في الجانب الآخر، how many، أنا أسألك على how many books do you have؟ how many brothers do you have؟ how many sisters do you have؟ how many students are in the class؟ كما عدد الطلاب بالفصل، وعلى هذا الحال، إذا أصبح الموضوع ما بين how much و how many واضح. too much و too many، الفرق بينهم، أنا الآن بتضع لي مثلا سكر، ولا أريد أن أخبرك، لا تضع لي كثير من السكر، فأقول لك I don't like too much sugar. الآن الآن هو غير معدود، فاستخدمنا له too much. طيب، لكن إذا أنت الآن، إذا أنت تريد أن تقول أنا أحب الكثير من التفاح، أو أنا عندي الكثير من التفاح، ستقول I have many apples. apples معدود، many oranges. many mangoes. وعلى هذا الحال، many pins. إذا أصبح الوضع أو too many. هنا too many أصبح كثير جدا. عندك much كثير، too much كثير جدا. many كثير، too much كثير جدا. فإذا لما تقول I have many books. يعني عندي كثير كتب. too many books. يعني عندي كثير جدا من الكتب. جميل، هنبقى يتبقى معنا وهي موضوع a little and a few. كما قلنا a little تأتي معها اسم، ولكن غير معدود مثل. please can I have a little water. please. a little. مثلا، salt. قليل من المرأ. a little salt. محتاج ملح. فتقول Excuse me. can I have a little salt, please. يعني شوية ملح لو سمحت. يعني قليل من الملح. a little sugar. أنت بتصب لي الشاي. فتقول لي How much sugar do you want? فأقول لك Not too much. مش كثير. Just a little. فقط القليل. إذن أصبحت للصورة واضحة للكثير أنه كيف تستخدم هذه الكلمات. طيب. A few. لا. A few قلنا يأتي معتها اسم ولكن يكون معدود. مثل A few people. A few students. A few questions. A few mistakes. A few teachers. يعني There are. There are a few students in the class today. هناك طلاب قليل في الفصلة اليوم. There are a few questions. هناك A few difficult questions. هناك بعض أو قليل من أسئلة الصعبة. لكن الأغلبية Easy. تمام؟ إذن أصبحت الأمور واضحة أنك تستخدم a little ويأتي بعد اسم غير معدود. وغير المعدود كثير مثل السكر والماء. شوغر وصولت وكوفي وتي. كافي. بعض يسمونها كوفي فأقول له كوفي عنام. لكن هي كافي. كافي. أوكي؟ طيب. لكن A few يأتي بعد اسم ويكون في حالة الجر. هنا ملاحظة. البعض يقول لك A few teacher. No. غير صحيح. لماذا؟ I'll tell you why. أقول لك لماذا؟ أنت بالعربي عندما تقول A few في معناتها قليل. A few teachers. المفرض تكون مدرسين أو قليل من المدرسين. مش A few teacher. يعني قليل مدرس. فاهمين؟ A few apples. قليل تفاح. مش A few apple. فإذا دائما يكون الإسم الذي يأتي بعد A few. اللي هو المعدود يكون دائما في حالة الجمع. وحتى أيضا How many. يأتي بعدها أسماء تكون في حالة الجمع. وحتى Too many. يأتي بعدها الإسم في حالة الجمع. لا يأتي مفرد. لا تصدق عن تقول Too many books. لا. Too many books. There are too many books in my room. هناك الكثير جدا من الكتب في غرفتي. طيب جميل جدا. إحنا أخذنا A little. أو أخذنا How many. و How much. وأخذنا أيضا Too many. و Too much. وأخذنا A little. وأخذنا A few. جميل جدا. هيبقى هنا ملاحظة أن نحن مثلا عندنا أيضا كلمة A little في little. بدون الآ. وفي A few. وفي few. طيب. كيف الفرق؟ ما الفرق بينهم؟ عندما أنت تضيف A little. فبعناته قليل. يعني قليل. لكن ما زال فيه. يعني عندما تقول I have a little money. أنا عندي شوية في له. الصح أن أنا فقير. بس ما رازلت أستطيع أن أصرف على نفسي. I have a little money. لكن عندما تقول I have a little money. يعني تقريبا اللي في جيبك لا يكاد أن يأكلك حتى وجبة واحدة. يعني لا شيء يذكر. عندما أنت تنظر إلى الثلاجة. فتقول يعني هناك قليل من الجبن. إذا الجبن قليل يعني ممكن نأكل اليوم وبكرة لازم نشتري. أو نأكل اليوم وغدا يعني كفيدة اليوم وبكرة. لكن هو قليل في الأخير يعني مش كثير. فماذا تقول. هناك جبن قليل في الثلاجة. طب لا لو فتحت الثلاجة ووجدت فتاة. يعني حتى ما يكفيش وجبة واحدة. فتقول هناك جبن قليل في الثلاجة. يعني مش هنقدر حتى نأكله يعني. هو فتاة يعني ولا شيء. Little water يعني ما في آخر. يعني لا يذكر. لا يرويك ولا يرويني. هذا المختلف بين a few و a little و little a little a few few تمام؟ أتمنى كده السورة أصبحت واضحة. ويبقى معنا نفطة مهمة جدا. هيبقى نفطة a lot. a lot of. وهذه الكثير أنا بستخدمها في تحدثي. لماذا؟ لأن a lot تريحك أن تأتي مع الكل. يعني a lot of people. a lot of traffic. معدود غير معدود بيأتي مع a lot. وتنطق a lot of. وليست a lot of. ركز معي. ال-o هنا مفتوح. a lot. a lot. a lot. وال-o a lot. a lot of people. a lot of sugar. يعني أنت شربت الشاي فتقول. oh it's sweet. حالي. يعني طعمه حلو. there is a lot of sugar. there is a lot of sugar. a lot of sugar. too many sugar. ولا هذا الحال. أتمنى أن يكون درسا اليوم فادكم. وأتمنى أنه أنتم الآن عرفتم الفرق ما بين كيف تستخدموا. how much and how many. too much. too many. a few. a little. a few. a few. who little. والأخيرة. الله طعم. أتمنى أن يكون الجميع تستفدنا على فكرة. هناك درس سابق شرحته على الصبورة يشرح نفس الموضوع هذا. سأضع رابطه في أسفل الشاشة. ممكن يكون الصورة لما تكون على الصبورة مرتبة. تكون يعني افضل لبعض الناس. Thank you very much. See you soon. أراكم قريباً حظاً